إذن الحديث عن كل هذا وانتشار الفضيع لكورونا وكوفيد تسعة عشر هنا في الجزائر في الأيام القليلة الماضية يحضر معي في البلاتو الدكتورة ماشباطي طبيب الأمراض الصدرية بين ستشفر ويباب العاصمة أهلا بك دكتور أهلا بك رئيس الجمهورية الآن يترأس جلسة عمل لدراسة تطول وضعية صحية للبلاد لكن خليني نتحدث لك من مبدأ أنه انتشار الجوم لكوفيد تسعة عشر خاصة في بعض الولايات على غرار بسكرا وأيضا سطيف التي هي الأخرى شهدت انتشار واسع لكوفيد تسعة عشر اليوم هل يمكن أن نحمل المواطن الجزائري المسؤولية لوحده نظهر عدم تحمله المسؤولية في احترام الإجراءات الحجر الصحي أو تباعد الاجتماعي شكرا بسم الله الرحمن الرحيم لا المسؤولية ما يمكنش نحملها غير المواطن واحد المسؤولية دائما المسؤولية مشتركة مشتركة بين كل الفاعلين في مقاومة هذا الوباء ووباء كورونا بدءا من السلطات العلية للبلاد إلى آخر إنسان في البلاد يعني إلى آخر مواطن أسبق وتحدثنا على هذه القضية عن المسؤوليات كلنا مسؤولون كلنا مسؤولون ومستوى المسؤولية يختلف المواطن المسؤولي هو الحفاظ على صحته صحة العائلة نتاعه صحة الجيران نتاعه صحة المواطني اللي رغم معه إحنا الأطباء وعمال الصحة مسؤوليتنا التوعية والعلاج والتشخيص ومسؤوليا للسلطات أنها تفهم المواطنين المليح وتعطينا الإمكانية للعمل لكي نديروا التشخيص ونديروا الإمكانية للعلاج للمواطنين بصفة جيدة وتعطي كذلك إمكانيات الحماية حماية عمال الصحة لراه العدد الإصابات نتاعهم في تزايد وتزايد مستمر إصابات في تزايد وعدد الوفيات في عمال الصحة كذلك في تزايد وهذا ما يقلق لأننا إذا كملنا في هذه الطريقة رح يصيب بعض العمال تصحها إحباط ولصرنا إحباط زيد عدة على الإرهاق لراه يعني أصاب هذه الفئة من العمال فالمهمة ستصبح أصعب بكثير مما نحن عليه الآن نقطة أخيرة في المسؤوليات هو قضية نتاع سيرة الإنعاش لما تشوفوا الأرقام اللي رح نشوفها يوميا ولو أنني لا أعطي أهمية كبيرة للأرقام إلا حبيت أن ننذروا النقض بعد قليل على هذا الأرقام ولكن نأخذ الرقم واحد هو أعدد نتاع المرضى اللي رح يدخلوا للإنعاش رح في تزايد أنا دائما بين 40 إلى 50 يوميا الأرقام اللي رح نشوفها ولكن هذه الأرقام ليست دقيقة من حيث أننا لا ندري ماذا يعني هذا الرقم هل هي أرقام للناس لراهم تحت العناية المركزة وتحت التنفس الإصطناعي أم هي إنعاش كل الناس نظن باللي الأرقام هذه وهذا بتحفظ نظن بأنها تخص الناس لراهم تحت التنفس الإصطناعي الأرقام للناس للإنعاش رحي بكثير لماذا أؤكد على الإنعاش أنا رأني مختص في الأمراض الصدرية ونعمل في مستشفى رويبة مستشفى رويبة مثلاً كمثال لا عندوش مصلحة إنعاش وعندنا مرضى تاعة الكوفيد في تزايد حتى أن المصالح اللي خصصناها للكوفيد رحي دائماً ممتلئة منذ شهر ما يزيد لما تكون عندنا حالات تاعة إنعاش ونحطهم نبعتهم المستشفيات الأخرى تاعة العاصمة كذلك رحي مكتظة ولذلك أؤكد أنه لابد تكون السرة على الإنعاش موجودة وموجودة بكثرة إذا وصلنا بهذا التزايد تاعة الأرقام العدد المرضى الذين يدخلوا الإنعاش رح يكون في تزايد يعني الأمور يتمشي مع بعض الإصابات والإصابات الخطيرة كذلك طيب قبل أن نواصل إلى النقاش فقط نعود لنا نقاش مع ضيفي الكريم الدكتور عمر شباطي طبيب الأمراض الصدرية بمستشفى رويبة بالعاصمة كوفيد-19 في منحة سعودي دكتور ولعل أبرز الإصابات اليوم التي نشاهدها إضافة إلى الإصابات المواطنين هي إصابات الأطقم الطبية التي تشرف على هؤلاء المرضى حوالي 1700 طبيب من ممارسي الصحة العمومية بالجزائر أصيبوا بكوفيد-19 في عديد من الأطباء الذين توفوا جراء كوفيد-19 اليوم هل يمكن القول أنه إن استمرت الوضعية سنعد الإصابات بالآلاف خلال الأيام القليلة المقبلة؟ الله أعلم إن شاء الله ما كنوش في هذه الحالة ولكن صحيح هذه احتمال احتمال وإحتمال كبير نظراً للأرقام المتساعدة ونظراً لتصرف المواطنين اللي رأينا نشوفوه يومياً خصوصاً في المدن الكبرى أنت تكلمت على الإصابات في القطاع الصحي اللي هما بنتهم أصدقاء أصدقاء يعني نعرفوهم الله يرحمهم على كل حال ولازم نعودون نتسأله لماذا هذه الإصابات؟ صحيح الإصابات في القطاع الصحي موجودة في كل مكان في العالم ولكن التساؤل اللي يبقى مطروح هل وفرنا كل الإمكانيات اللازمة؟ صحيح هناك إمكانيات ولكن غير كافية لماذا غير كافية؟ لما تحارب وباك كورونا هذا ونحن لابدنا الانتقة وكيفاش يحدث نحن لما نروح وانا نتكلم لك على التجربة الخاصة لما نروح للمستشفى اللي نعمل فيه يقول لك نعطيك مثلا اللباس اللي لازم تعمل فيه لا تعطيني لباس واحد في اليوم نحن نعرفوه باللي ما نقدروهش هذه الأشياء ما لازمش نديروا الاقتصاد على هذه الناحية ما نقتصدش في الوقاية لما تكون عندك مثلا عامل في في تعلق الأشغال العمومية تقولوا ما نعطي لكش الكاسك لبروتكشون لا لازم تعطيه له نفس الشيء بالنسبة للأطباء وعمال الصحة هذه الأشياء ما لازمش نديروا فيها اقتصاد لازم تكون موجودة بكمية كبيرة جدا لأن غلطة وحدة تتكلفنا إصابة واحتمال فيه وفات ولذلك لازم نرده بالنا وهذه الامكانيات تعالى لازم تكون موجودة وموجودة بكثرة أعطيك مثال اللي نعمل فيها هنا وهذا ممكن يكون موجود في كل مكان الطبيب لما كان طرق تلبس بها هذا البيسة الواقية لما تنحيها ما تقدش تعود ترجعها صحيح نحن نشوفه تصرفات نقولوا بين قوسين غريبة ولكن ما يقدرش يدير غير من هذا يعني الطبيب ولا الفرملي لازم يخرج أنا نشوفهم يخرجوا من أماكن تعالى العامل تحهم اللي كانوا يخدموا مع الكوفيد ليخرج خارج المكان هذك لماذا؟ لأنه ما عندوش بدلة يبدل بها هذا التصرف لازم نقضي عليه دكتور حتى أنه ربما لما نتحدث عن اللباس الخاص بالأطقم الطبية شاهدنا حتى في البلدات المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية شاهدنا أن الأطباء نظير النقص الفادح في هذه الألبسة يعني ارتدوا أكياس للقمامة من أجل ان كفحت كورونا صحيح صحيح شفناها ولكن مع مورور الوقت هما تدارى كل الأشياء نحن الأمور رحي طولت علينا نذكر كل مبدال الوباء كنا ظن لنا بالأحن دلوات 3-4 شهور والأمور يعني تتحسن قدر الله أنه الأمور تعقدت تعقدت وما لفناش وكتشرت خلاص تعقدت وزادت انتشرت في ولايات كثيرة من الوطن حاب يقول لازم نأموال أكثر من هذه باش نوفر كل هذه الميكانيات صحيح من الصعب على سلطة البلاد باش نوفر كل شيء ولكن هنا ندير دعوة دعوة للجميع أولا لازم نعمله بعقلانية الاستعمال على الأشياء هذه لازم تكون بصفة عقلانية ولكن نزيد أن نأكد عليها لا نقدرش ندير اقتصاد من نواحي هذه لأن الثامن سيكون باغذ وهو حياة انتع هذا العمال تعصحها من أطباء ممرضين حتى يعني سائقي الإسعاف لأخيره صحيح العدد الأكبر هو في الأطباء خاصة في الوفيات ولكن كل وفاة نتأسف لها ولكن لازم نرده بالنا ونحذده من هذا العدد على الإصابات في الأطقم الطبية سبب أخر على الإصابات في الأطقم الطبية هو الإرهاق لما تكون مرهق راح تدير أخطاء لما تدير أخطاء ستصاب بالمعرض في أطباء ربما زروا عائلتهم منذ أربعة أشهر موجود هذا صحيح صحيح كان بعض الأماكن أعطاه يعني الفنادق باش الناس ما تروحش لبيوتها ولكن من الصعب ما تروحش قاعد بيتك كالناس ما راحوش كالناس مخداول يعني لريسك باش دخلوا لبيوتهم ربي يصطر إن شاء الله ولكن قلت لازم ما نديروش اقتصاد من الناحية تعتوفير هذا النوع من الألبسة طيب أزمة كورونا في الجزائر هل هي مرهونة اليوم بالحجر الصحي وفقط بل في ربما اقتراحات أخرى من الأطباء لأنهم هم الموجودين في ساحة إن شاء الله هم يسمعوا فينا الآن لأن أول شي نتكلم بإسمي الخاص يعني أكد على هذه النقطة إسمي الخاص أول شي لازم نخرج من الارتجال في اتخاذ القرارات ما ناخدوش قرارات فقال هاو صرا قد ناخد هذا القرار بلا تفكير لا كان الناس في الميدان هنا رأنا في الميدان وكان الناس بزيف إن شاء الله ما يسمعوه هنا الآن تقول لي هل الحجر الصحي هو الحل الوحيد ولا هل هو الحد لازم نفهم وش نهي يعني الفعالية على الحجر الصحي فعالية الحجر الصحي ما وش القضاء على الوباء لحد من فقط ما وش الحد هو أنك تنقص من يعني الضغط على المستشفيات لما تكون الأعداد هائلة كيف مرحلة عايشين الآن ولكن إلا حبنا نقضيه على الوباء الحجر الصحي وحده ما يكفيش على كل حال إحنا ما دلناش حجر صحي الذي قلت لك لازم نخرجه من القرارات هذه الارتجالية أنا ما نفهمش هذه قلناها من الأول ونزيد نقولها الآن أنا ما نفهمش ما هي يعني نجاعة مثلا قرارك حضر التجوال من ساعة إلى ساعة كورونا على بنا كيفاش رح ينتقل لازم المواطنين يلتزموا بالتعاليم هذه وحدة ولكن لازم إحنا كأطباء لازم نديروا التشخيص نشخص الحالة ونشخص الحالة المرافقة للحالات المؤكدة هنا هي الحلقة اللي رح يضعيفها في بلدنا إحنا باش مرقنا بلي لازم نشخص الحالات اللي تترافق لحالات المؤكدة قدرنا وقت كبير قدرنا وقت كبير لازم كل الناس اللي عمدهم اتصال مع هذه الحالة المؤكدة لازم نتصلوا بهم ولازم نديروا لهم التشخيص ولكن التشخيص باش ندير التشخيص يندير بالبيسير الأرقام التي نشاهدها الآن مبنية كلها على البيسير أنا نقول هل سنبقى هكذا نقول عندنا ربعمية وزيادة في اليوم بالبيسير ونغض النظر على الأرقام التي شخصت عن طريق الأشعة أنا أدعو الناس اللي يسمعون أنا أقول لهم نضم باللي حان الوقت باش التحليل يكون على الحالات كل الحالات بالبيسير وبالأشعة ما يخفلكم باللي التشخيص تشخيصها وطبيب اللي راو يديرو مايش قاضية تعبير القراطية ولا إنسان في مكتب يدر تحليل تحليل أرقام لا عندك تشخيص المرض درناه باللي راهو كوفيد وما عنديش الإمكانية باش نأكدها بالمخبر يعني بالبيسير ولا حتى بالسيرولوجي الآن راهي مشكل بسير ما نديروش في كل مكان ولا سيرولوجي مرة موجودة مرة ماش موجودة نتكلم هاكينا على المستشفى اللي راني فيها تعرويب ما عندنا لبسير لسيرولوجي اليوم مثلا نحلو مشكلة على سيرولوجي نتبقى لنا مشكلة على بسير الألة موجودة عندنا آلة تشخيص في بسير موجودة في المستشفى ولكن ماي ولافق هذه الألة كلاس يعني هذك لوكيد دو بريلمو ولا هذوك ليرياكتيف ما عندناش إذن وش نديره هنا ما نقدرش نشخصه بالPCR في رويبة هذا مثل تعريبة والمرضى الليان في رويبة موجودين موجودين على أساس أنهم كوبيد ولكن بيسير تحهم نيغاتي إذن ما نحسبوه مش أنهم كوبيد ولذلك أنا أقول لابد التحليل اللي بتعناه يكون على العدد الإجمالي بيسير ومشي بيسير وإلا أعطونا الإمكانيات باش نديره التشخيص بالPCR بصفة كبيرة جدا ورح تشوف باللي الأرقام ستكون أكثر من هذا لماذا؟ لأن الفيروس الآن يعني مش باش إيسان يخلع المواطنين ولكن رأنا في حالة وبائية الآن ما رأنا هاش كما كناها ربع شهور قبل رأنا الآن في حالة وبائية لما تخرج خارج هذا الستوديو البرة ركتلقى حالة تعالى كورونا يمشي معنا لذلك رأنا نقول للناس كلكم ديروا الأقنعة الواقية لأن الفيروس رأي متواجد في كل مكان طيب دكتور الحديث أيضا عن لما نتحدث على كوفيد 19 نرى أنه في أرقام وجودة يومية لكن لم نتحدث كثيرا عن المرضى الذين ليس لديهم أعراض والعديد من التعليقات التي جاءت فيما يخص هذا المرض ويقولوا بأنه عنده زمر الدم أوبوزيتيف مراهوش لا يعني بكوفيد يعني ما يبانيش عليها الأعراض وغيره اليوم اليوم كيف حتى ربما نحيد هذا المرض خاصة وأنه وزير الصحة تحدث عن فتح تحقيق انتشر وباء في ولاية ما شوف أولا ما يقال في الريدول السوسيو يعني الإنسان ما لازمش ياخد يديه التحليل التعوي كي أشياء منطقية ممكن قبلوا هكين أشياء غير منطقية كي ما حكيت الزمرات تعدم هذه لا الآن تكلمت لكنا على التشخيص تحالات التي ترافق الحالة المؤكدة هذوك الناس اللي راهم على الحالة المؤكدة عموما ما عندهم مش أعراض هلش لازم نشخصهم لأنه لو كنستنا حتى يباني الأعراض راح يمدهم الهيروس يعني بلاو حد ما يمرق لهم ولذلك لازم نشخصهم باش تشخصهم لازم لك الإمكانية تحت تشخيص لماذا؟ هذا إنسان مش هو لا حي يجي لك أنت اللي تروح لهم البريكات الصاليتين هم اللي روحوا لهم لما نعرف باللي الإنسان سين هذا كان عنده وباء يسكن في المكان الفناني نذكرك لما بدنا في مكافحة الوباء في بفارك هذه الاستراتيجية اللي كانت موجودة ثم بعد ذلك الاستراتيجية هذه شوية طلقناها شوية نظن باللي طلقناها لأنه هذي عملت عشكون هذي عملت عوحد واحد الإختصاص يسموه العلم الأوبئة الإبيديميولوجي أنا الآن في استراتيجية نتعبوها كارفحة وباء الكورونا ما نشي نشوف بزاف اللي زي إبيديميولوجي عندهم عمل جبار لازم يقدموه هم اللي يدعو هذي اللي زنكات كلها هم يقولون هذي اللي زنكات لازم نعرفوا بين اللي زنكات ما همش يندروا كي ما لازم الحال إلا حبينا نقضيه على الوباء لازم هذي اللي زنكات يندروا لما نقول لك أنا هذك اللي عنده كورونا مؤكد لازم ما يخرج من بيته ما يخرج من بيته هنا دور سلطات ما تقدش نخليه يخرج إحنا عدنا ناس راهم بالعلاج في بيوتهم ويخرجوا لبرة ما تقدش تقضيه على الوباء اليوم حتى نقوم عملية حسابية وأنت في الميدان وعلى دراية بما يجري ويجرى نصابات بكوفيد 19 هل يوم نمكننا القول أنه نسبة المرضى دون أعراض هي نسبة كبيرة في الجزائر احتمال تكون نسبة كبيرة نعم نقطع نقول لك هي نسبة كبيرة ندور ندور لازم نولي لك للتشخيص لازم نولي لك للتشخيص لأنه الطريقة الوحيدة باش نعرفه حالة الوبائية الحقيقية هو أننا نشخص بالبيسير يسيدين نقدرون نديره بلا سيرولوجي ولكن لا سيرولوجي بتعطيناش المرض لا سيرولوجي لما ما فهموناش الناس لن نتكلم عنها هي أنك تدوزي نديرونا دوزاج نتاع المضادات لازنتيكار يحب يقول إنسان هذا كان عنده اتصال مع إنسان واحد قل عنده الوباء ممكن ما داش أعراض المفيد أن الجسم نتاعه طور هذا المضادات ضد الفيروس المخبر يحسب لنا هذوك المضادات قال سيرولوجي بوزيتف هل إنسان يحب يقول على المرض كي عنده سيرولوجي بوزيتف لا مش 100% ممكن نجاز عليها المرض وخلى هذا الأثر يدافع الجسم على المرض لذلك نأكد على البيسيا البيسيا لما تقول بوزيتف يحب يقول إنسان هذا احتمال كبير هو ينشر في الفيروس إذا حبينا هذي الناس نديرها هم شي سيمتوماتيك ما عندهم مش الأعراض نعرفو إلا عندهم أعراض لا 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 ما نروحوش نديرو يعني عمل على قاعد الناس مسح على قاعد الناس لا لما نديروا تشخيص عند واحد لازم هذا شرط إلا حبينا نقضيه على القضاء على الكوفيد للجزائر في أسرع وقت هذا شرط ضروري لما نديروا تشخيص عند مريض لازم كل الناس اللي عايشين معه كل الناس اللي كانوا عنده اتصال لازم نديروا لهم التشخيص ولو ما كانش عندهم أعراض خاطر شاهدوكم اللي حين يمدوا المرض تماما نعطيك يعني كمقارنة تماما كما نديروا العمل مع مرض السل نفس الشيء لما يكون عنده مرض السل في عائلة الناس اللي عنده اتصال بالمريض اللي عنده السل الرئاوي اللي عنده لو دي بيستاش نفس العمل الفرق بين هذا وهذا كأن الكورونا رهي أعداد هائلة صحيح أعداد كبيرة جدا يصعب يعني التحكم فيها الآن أنا أتمنى من السلطات أن تكون قد استمعت لهذا النقاش خطة في توفير المعدات الخاصة بالكشف عن كوفيد-19 خاصة مثلما تحدث على مستشفى ربيبة أنه فيش العتات في الآلة لكن لكن لازم ولذلك قلت لك ما نبدأش نديره في قرارات ارتجالية هكذا بركة أنا نقول الناس اللي راهم في اللجنة العلمية اللجنة العلمية عندكم الأرقام يتصلوا بنا ونقول لهم الحقائق كما وجودها في الميدان وكذلك دكتور عمار شباطي طبيب الأمارات الصدرية بمستشفى ربيبة العاصمة كنت أضيفيا اليوم في هذا الملف شكرا